سودان محتاجة لنا أكتر في الوقت تحديدا فعلا ضيفنا الدكتور زهير أهلا بك مرة تانية عايزين نعرف الأستاذ الجامعي دوره في البحث العلمي في التدريس في خدمة المجتمع في خدمة الطلاب كلمنا عنه نعم سؤال جميل جدا لعله أبتدي الإجابة على هذا السؤال بتعريف الأستاذ الجامعي حيث أن الأستاذ الجامعي هو العالم في تخصصه الأكاديم الدقيقة الذي تخصص فيه وهو يحتمل أمانة كبيرة جدا هي أمانة التعليم وجميعا نعرف أن التعليم هو أمانة الأنبياء التي ورسوها يعني فهذا دور متعازم دور يحتاج لكثير جدا من المجهود وهذا المجهود يتوزح في سلاسة أدوار كما تفضلت في سؤالك الكريم وهذه السلاسة أدوار هي الاتجاه الأول منها هو عملية التدريس والاتجاه الثاني منها هو عملية البحث العلمي ثم يختتم الأستاذ الجامعي دوره بخدمة الجامع والمجتمع المحلي دوره في التدريس يعني يصهر في أنه هو يقدم المعلومة لطلابه من خلال عملية التدريس المتعارف عليها ولكنه يجب أن لا يكون هو المصدر الأوحد للمعلومة يجب أن يكون هو الموجه لطلابه تجاه مصادر المعلومات حتى لا ينحصر ترجمة نانسي قنقر